من عنوي نشر إلى تفاصيلها والبداية من أفرح عيد الفطر المبارك والاستعدادات له أهلا بكم رغم المعالجات التي تتخذها الحكومة للحد من صعود سعر الدولار إلا أن أسعار البضائع لا زالت تشهد ارتفاعا يؤرق الأسرة العراقية لأن أهالي قضاء الدجين لم يمنعهم غلاء السلع من مواصلة تقاريدها في استقبال العيد وشراء ما يحتاجونه من مواد غذائية تتعلق بالموروثات العراقية في أيام العياد والملابس وعموم الاحتياجات الأساسية فقد شهدت أسواق القضاء اكتظاظا كبيرا إلى جانب استعدادات الحكومة المحلية بالدجيل لتهيئة الأمكان الترفيهية وتأمينها المزيد في تقرير الزميل فاضل الأنصال شهد قضاء الدجيل جنوب صلاح الدين استعدادات وتحضيرات لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث شهدت الأسواق اقبالا كبيرا من قبل العوائل لشراء متطلبات هذه المناسبة في ظل ارتفاع كبيرا في أسعارها نحن طبعا اليوم كعوائل عراقية يصير عندنا هواي قبال شبير على المحلات وتعرف عاداتنا وتقاليدنا لكليتشة الأموات العراقية وأحب أن الشعب العراقي بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك طبعا قبال العيد نشوف حركة ما شاء الله الناس تستبشر بخير لكن من الطبع الأسواق نشوف الأسعار المرتفعة فضلا عن الملابس المواد القذاية يعني أكثر الناس قاعدت تنحرم من فرحة العيد بسبب ارتفاع الأسعار نتمنى من الجهات الحكومية من أصحاب المحال أن يراعون المواطنين بالأسعار الحكومة المحلية هي الأخرى استعدت لاستقبال مناسبة العيد فالإجراءات الأمنية والاستباقية كانت حضرة لتوفير مناخ آمن للعوائل المحتفلة فضلا عن تهيئة الأماكن السياحية والترفيهية نقدم كافة التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى أهالي محافظة صلاح الدين عامة وكذلك أبناء قضاء دي جيل خاصة اليوم حكومة دي جيل قامت بتوجيه كافة الدوائر الخدمية والصحية باستقبال العيد وكذلك توفير جو آمن من قبل الأجهزة الأمنية لمواطنين العزاء في حالة خروجهم في الدجيل واحتفالهم داخل الدجيل وكذلك فتح المتنزهات حسب توجيهات السيد محافظ صلاح الدين وسيد مدير بلديا صلاح الدين واستعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك شرعت كوادرنا المختصة بتهيئة وفتح أبواب أكثر من خمسة متنزهات موزعة على كافة أنحاء قضاء الدجيل لاستقبال العوائل والأطفال لغرض رسم الفرحة والابتسامة على وجوه عوائلنا الكريمة وسيتم افتتاحها طيلة أيام عيد الفطر المبارك استعدادات العوائل لاستقبال عيد الفطر المبارك بانت جلية بالرقم من الارتفاع الكبير في أسعار مختنيات هذه المناسبة لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل الأنصاري قضاء الدجيل